المهندس سامير موسى ماجستير تكنولوجيا الاتصالات من الجمعة الأمريكية بالقاهرة خبرة تصل 22 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الاتصالات المدير الإقليمي لشركة أمادوكس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عضو مجلس إدارة وشريك مساهم لعدة شركات في مجال البرمجيات مستشار تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بمجموعة سياتل المشروعات موسى 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 يا مرحب في شغل عالي مرسي جكرا موسى 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 أريد أن أتدي معك من الآخر فين وصلنا في عالم البرمجيات وفين الفرص الكتير المتاحة لأي حد لسه بيبتدي مش بس الكارير لكن كمان بيبتدي اختيار مجال الدراسة طيب هو وقت ما أنا بدأت أشتغل في المجال ده كان علوم البرمجة هي جزء من بناء المستقبل لكن حاليا هي بقت بناء المستقبل كله يعني لما لقي شركة بحجم فيسبوك النهاردة الديريكشن بتاعها أنها تخلق حاجة اسمها الميتافيرس اللي هو العالم الافتراطي العالم الافتراضي ده مبني على مجموعة من البرامج المجموعة من الأشخاص مبرمجين بيخلقوا عالم افتراضي بالكامل بكل المكونات بتاعته موجود بحيث الناس تقدر تتفاعل وتتعامل مع بعض ويبع عليه أنشطة ويبع عليه فعليات ويبع عليه أعمال بالنسبة لكم كمبرمجين ده مش حاجة مخيفة إحنا بنسبة لنا لسه حاجة مخيفة هي مش حاجة مخيفة لكن هي بتثبت أن الكارير ده هو المستقبل يعني أي حد بيشتغل في المجال ده بيشوف أنه هو وقت ما خد القرار أن يدخل الطريق ده كان بياخد الطريق اللي حيوصله أنه هو النهاردة يتحكم في مصير كل البشر الموجودين على الكوكب لأن إحنا بنتكلم ما فيش النهاردة طبعا طبعا لكن ما فيش حاجة في حياتنا البرمجة ما تدخلش فيها التليفون اللي في إدينا هو عبارة عن سوفتوير أو برمجة كل الحاجات المستخدمة في حياتنا العربية اللي بنركبها الأماكن اللي بي موجود فيها النهاردة بقى في حاجة اسمها سمارت هومز بقدر أتحكم في كل الأجهزة الموجودة ببيتي عن طريق السوفتوير فبقت موجودة في كل جزء من الحياة فبالتالي ما بقتش قادر أفصلها عن حياة الإنسان حتى المصانع اللي بيتحكم في المكان النهاردة برامج مش أشخاص وحتى المهن التقليدية وده حقيقي إحنا بقالنا كتير في البرنامج بنحاول نقنع الناس بي إذا لم تتصالح مع الحلول التكنولوجي الجديد هتروح فين؟ للأسف أنه ما حدش حيقدر يسيرفايف بدون التكنولوجيا ما فيش أي مهنة هتقدر تكمل بدون المكون التكنولوجي اللي موجود فيها بدون ما يكون فيه مبرمج عارف أنه هو يشتغل سواء كانت المهنة دي حسابات سواء كانت صناعة سواء كانت تجارة سواء كانت نقل سواء كانت سفر كل مجالات الحياة النهاردة معتمدة على التكنولوجيا أنا مشغولة أسألك بمساهمة التكنولوجيا كمان في الاقتصاد لأن دورك القيادي والإداري ممكن يكون تساعدنا نشوف الموضوع من زاوية تاني مش بس كفرصة عمل للشباب لكن كمان كشار أو مشاركة في الاقتصاد المصري إلى أي مدى؟ إذا نهضنا بالقطاع ده ده جزء مهم ممكن يفرق في الاقتصاد هو زي محردك قلتي هو جزء مهم جدا في تطور أي اقتصاد في العالم لما نبص على أكبر اقتصادات موجودة في العالم زي الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الصيني جزء كبير من الاقتصاد ده مبني على التكنولوجيا عندنا شركات من أكبر شركات من حيث حجم الأعمال والقيمة الشرائية هي شركات زي أبل وجوجل شركات موجودة في سول الأمريكي الشركات الصينية الموجودة اللي بتتحكم في صناعة الرقائق والشيبس النهاردة بقى المكون ده أساسي في كل جزء من الحياة فلما حصلت الأزمة دي فوجئنا أن عندنا تأثير على صناعة السيارات فوجئنا عندنا تأثير على كل الصناعات اللي نقدر بنحتاجها في حياتنا مرتبطة بالتكنولوجيا بس أنا شايف أن الدولة هنا واخدت توجه أنها تنمي الاتجاه ده وتزوده لأن مصر قطعت شوت أوريدي يعني إحنا عندنا كتير من القيادات المصرية موجودة في شركات عالمية واخد مناصب كبيرة تحددك واحد منهم ربنا خليك لأن إحنا ابتدينا في المجال ده بدري لكن ما ينقصنا هو السكيل السكيل إن إحنا نخرج من مجال مجموعة من الأفراد بتشتغل في المجال التكنولوجي دي أو بتتميز فيه أو بيكتهدوا كمان بشكل فرد أو بيكتهدوا بشكل فرد زي ما حارتك قالت إن إحنا يبقى دي صناعة ونميها ويبتدي في دعم للصناعة دي زي ما مثلا نسين عملت والنهارده أصبحت بتتحكم في جزء كبير من خطس dépend العالم نتيجة المقدرة التكنولوجية اللي موجودة عندها بمعنى صناعة الأدوات التكنولوجية ولا صناعة الأشخاص أنا أقصد صناعة الأشخاص إزاي؟ احكينا يعني مثلاً النهاردة معروف أنه على مستوى العالم أكبر دولة من حيث عدد المبرمجين هي الهند الهند ما هياش أمريكا ولا سيد والحاجة اللي بتخليني غير أنهما ما بيسيبوش البلد بالضبط وهقول لحضرتك لما بيسيبوا البلد بيسيبوا البلد ويروحوا على مناصب كبيرة جداً زي السي أو بتاع جوجل مثلاً اللي هو أصلاً من الهند إحنا كشركة عندنا النهاردة نص القوة بتاعتنا نص قوة العمل اللي موجودة في الشركة في الهند يه 50% بيشتغلوا ريموت مبرمجين مبرمجين مش لازم يجيلك ولا يبقى في المكتب ولا محتاج أن هو يكون في المكتب ولا محتاج أن هو يكون في عدد معين من الساعات اللي بيشتغلها هو في الآخر بيتحاسب على الأوبوت طبعاً مهان سامير دلاتي لو حكالنا عن بيئة العمل ودي حاجة بالمناسبة ملفتة جداً للنوزة بيئة العمل في الشركات البرمجيات وإنترنت كل الأشياء مزبور حلوة قوي فحكييني أنتو عندوكم إيه المميز بتعمله إيه طبعاً الشركات اللي بتشغل في المجال ده بتهيق مجال عمل معين لأن المبرمج ده بيقضي عدد ساعات كبير قوي قدام شاشة الكمبيوتر فبالتالي لازم فيه جزء من اليوم بيفصل فيه عن الشغل اللي هو بيعمله ده بيعمل أي اكتيبتي فيزيكل زي ما يكون بنشوف مثلاً طرابيزات البينك بونج والفيديو جيمز أو الألعاب دي بحيث أنه هو يخرج بره ينفصل عن الجوب دي لمدة نص ساعة أو ساعة شغل العميق اللي هو بيعمل وقت اللانش بريك مثلاً بتاعته ويقدر يرجع يكمل شغله تاني لأن يعني فترة الفترات الطويلة الإنسان بيعودها قدام شاشة الكمبيوتر طبعاً بتأثر على وظائف الجسم كلها فبالتالي الشركات دي بتحاول تهيق مناخها لشان تشجع الناس إنها تشتغل عدد ساعات أكتر وده معناه إنه هو لما بيشتغل عدد الساعات بيشتغلها بعمق وبإنتاجية طبعاً لأنه هو في الآخر المبرمج بيتحسب على إنتاجه مش على عدد الساعات اللي بيشتغل أحكيلي عن الانليميتد فيكيشن أو الأجازات المفتوحة عندكم إحنا واحدة من الشركات يمكن الأوائل في العالم اللي عملنا الكونسب ده وبتدى يتطبق في مجموعة من البلاد إنكلودينج أمريكا والهند كمان وحالياً في دولة الإمارات إحنا بنعمله بس بطريقتنا إن إحنا مش بنحدد للموظف عدد أيام معين من الأجازة تبقى لقانون العمل اللي في أي دولة لا إحنا قلنا إن إحنا بندي الموظف أنليميتد فيكيشن أنليميتد بمعنى هو يقدر ياخد الفيكيشن اللي هو عايزة أو يقدر ياخد الأجازة اللي هو عايزة طالما الإنتاج بتاعه لم يتأثر ومربوط بالكيبي آيز اللي هو محتوطوله أو معدلات الإنتاج اللي هو بيتحسب عليها آخر أو مؤشرات قياس الأداء أو مؤشرات قياس الأداء كمان هو بيبقى المانجر بتاعه هو اللي يقدر يقيم إذا كان الأجازة دي في وقت مناسب أو وقت مش مناسب وعايز أقول لحضرتك لما بدأنا نطبق البروجرام ده لقينا أن عدد الأجازات اللي بيأخذها الموظفين قلت مزدادت كل متاح الواحد بيتلموز بزبط زي ما بنقول الممنوع مرغوب فأنا لما بقول الموظف أنت والله إليك 20 يوم أو 30 يوم في السنة هو عايز يأخذ الأيام دي لأنها حتروح أو مش حقدر يستخدمها في حين أنه لما بقوله والله أنت مفتوح لك أنك تقدر تستخدم عدد الأيام زي ما أنت عايز طالما أنت بتديني الإنتاج اللي أنا عايزه فين الفرص أنه مبرمج أو شاب يفضل جوا بلده ويقدر يشتفل على نفس المستوى اللي هو بيتمناه لأنه هم يعني معذورين إذا كان مغري جداً الأجور خارج مصر قدام تحديات كتير أنه يفضل في بلده ويكمل شغل ينفع نعمل إيه؟ هي المعادلة لازم تكون موظونا زي ما حالتك بتقولي أولاً أنا شايف أن الدولة بتدت لاتجاه الصح أنها تعمل البنية التحتية للشركات دي وده أول خطوة بنقول في أنك تستابلش الصناعة بتاعة المبرمج أنه لازم تكون البنية التحتية موجودة بحيث أن المبرمج يقدر يشتغل من بيته أو يقدر يشتغل من مكان العمل طالما في الآخر حيقدر يوصل الإنتاج ده للشركة بتاعة الجزء الثاني هو جزء ما لهوش علاقة بالدولة جزء أكتر على القطاع الخاص لما بنشوف برة في بلاد زي الهند بنشوف أن فيه شركات عدد العملاء بتاعتها مثلاً 10.000 أو 15.000 مجرد مبرمج وشغل الشركة دي مش أنه هو يبيع منتجات لنفسه هو بينتج برمجيات لصالح شركات تانية نفس الكلام موجود في الصين أنه هو بينتج برامج معينة لصالح شركات أمريكية يمكن كلنا عارفين أن أجزاء كتير من الحاجات زي أجلس التليفون المحمول اللي احنا بنستخدمها في حياتها كلها مصنوعة في الصين هي مصنوعة في الصين لصالح شركات أمريكية والبرامج اللي محطوطة عليها محطوطة لصالح شركات تانية فأنا بخلق مجال أو بعمل إيكو سيستم زي ما بنقول أن الشخص ده بياخد تعليم معين بيدرس البرمجة دي وبيبقى شايف أن ده مجال هو هيكمل فيه مستقبال وكل ما بيتقن العمل ده كل ما القيمة بتاعته والقيمة السوقية للشخص ده بتاعله لدرجة أن احنا عندنا زي تيرم كده بنقول عليه اللي هو الماندي برايس اللي هو سعر يوم الشغل للمبرمج وسعر يوم الشغل ده بيختلف على عدد سنين الخبرة على الكفاءة على عدد لغات البرمجة اللي هو بيعرفها قدرته على إنتاج برامج معقدة بأشكال معينة وكل ما بيزيد الخبرة كل ما بيزيد التمن ده يعني إذا كنا بنتكلم عن وظائف المستقبل فالبرمجة رقم كام في وظائف المستقبل أنا من وجهة نظري هي يعني يمكن رقم واحد تشارك البايو كيمستري يعني هما دول الحاجتين اللي أنا شايف أنه هما هيكونوا المستقبل كلنا لما حصلت ظروف بتاعة فيروس كورونا والجائحة ابتدينا ننتبه للجزء بتاع أهمية العلم أهمية العلم وعلى فكرة جزء كبير من الأبحاث اللي طورت اللقاحات كانت مبنية على برامج فهم محتاجوا مبرمجين برضو عشان نقدر نوصل للتركيبة بتاعة الفيروس ده ونخلق اللقاح بشكل أسرع من المعتاد بنسمع مصطلح تطوير البرمجيات البرمجة في حد ذاتها بنسمع لنا حاجة جديدة يعني إيه تطوير البرمجيات؟ تطوير البرمجيات إن أنا أخد البرنامج بتاع السوفت وير ده لليفل تاني إحنا النهاردة كل البرامج أو كل أغلبية البرمجيات اللي موجودة بتبقى معمولة إنها تخدم برودكت معين أو خدمة معينة وبتبقى معمولة بناء على لغة واحدة من لغات البرمجة اللي بتدينا نشوفه في الخمس سنين اللي فاتوا إن إحنا بتدينا نستخدم حاجة اسمها الأرتيفشيل انتليجنس أو الزكاء الاصطناعي إن أنا بيبقى قدامي كمبيوتر بقدرة عالية جدا من البيانات ببتدي أغزيم البيانات دي وكل ما بدي الجهاز ده بيانات أكتر كل ما ببتدي أطور من البرامج اللي أنا حاطتها وأخدها إلى بعد تاني كمان، حاجة مرعب لسه مصرة كان لكن إذا كانت البرمجة هي نص الحاضر، ثلاثة أربع الحاضر وكل المستقبل تقريبا إيه مستقبل المستقبل؟ مستقبل البرمجة؟ مستقبل البرمجة اللي ابتدينا نشوف النهاردة برضو مجموعة من الشركات ابتدت تتفكر تستخدم البرمجة دي عشان تاخذوا الفضاء عشان تخرج بره مجال الكرة الأرضية يعني زي شركة مثلا زي سبيس اكس بتاعة الملياردير إيلون ماسك اللي ناس كتير ابتدى النهاردة واحدة من الأفكار اللي بيعملها بخلاف طبعا سفن الفضاء اللي هو بيصرف عليها التكاليف دي بيعمل حاجة اسمها سبيس بيلد أو الحزام الفضائي سبيس بيلد دي عبارة عن مجموعة من الأقمار السناعية موجودة حولين الكرة الأرضية مش بالتكلفة العادية بتكلفة أقل بكتير من اللي بتستخدم في الأقمار السناعية مربوطة ببعض بشبكة سوفتوير أو بمجموعة من البرامج وهدف الشبكات دي إنها توفر إنترنت بتكلفة قليلة زي الشبكات الأرضية لكن عن طريق الأمار دي ودي واحدة من الحاجات اللي بيستخدمها الشعب الأوكراني النهاردة علشان يتواصلوا مع بعض في حالة وجود انقطاع الإنترنت نتيجة الشبكات الأرضية مش موجود يعني ده موجود وابتدى بالفعل موجود وبيتم تفعيله في بعض المناطق مش موجود بشكل كامل على مستوى الكورو الأرضية وكمان حتى الآن ملوش تنظيم لأن أي إنشاء لمنظومة معينة بيحتاج قواعد منظمة علشان ما تخرجش عن الحدود الطبيعية اللي بتأثر على حياة الناس فلغاية النهاردة ملوش تنظيم معين لكن طبعا نتيجة أنه يعني لكن هيحصر أكيد مفيش إمكانية أن احنا نمنع التطور التكنولوجي السؤال اللي نفسي أسأله لك بقى من بداية كلامنا إمتى نشوف في مصر الكينات البرمجية الاقتصادية العملاقة يعني أنت كلمتنا قد إينا فيه فرص كتيرة للأفراد للدولة أنها تدعم الأفراد الكينات العملاقة دي ممكن تيجي مصر أو تنشأ في مصر وتكبر في مصر الكينات الكبيرة عندها الرغبة أنها تيجي مصر وأكبر الشركات الموجودة في العالم يمكن بتشتغل وعندها فروع موجودة جواه مصر لكن ما بتكبرش بنفس السكيل اللي موجود زي البلاد اللي موجودة في الهند المعوقات اللي قدامها بتبقى معوقات من نوعين معوق يعود للتنظيم أو للإجراءات أو للقوانين وده برضو بيتم التوجه فيه إن هو يتم تعديله المعوق التاني هو الأشخاص يعني للأسف إحنا عندنا يعني عادة أو توجه كأشخاص إن مجرد أنا ما حسيت إن أنا بقيت متميز في حاجة خلاص عايز أطلع للليفل التاني وأبقى مدير وأبطل الشغل اللي أنا بعمله للأسف إن داعيب فينا كلنا كلنا عايزين نبقى مديرين بالزبط لكن المبرمج اللي موجود في الهند أو في الصين مش حلمه إنه يبقى مدير حلمه إنه يعمل أعقد برنامج في العالم فيعلي قيمته فالشركات دي هي اللي تجيله مش هو اللي يطلبه إنه يكون مدير أنت فاجئتيني يعني حتى المهن التقنية جداً عالية الكفاءة لسه برضو برفكر في الكادر الإداري للأسف لأن يعني يمكن تربينا على كده أو تربينا إن إحنا نشوف يعني الستراكشر ده أو الترتيب الوظيفي ده في حين إنه هم مثلاً في الصين الناس عمرها ما بتفكر في ده نتمنى إن إحنا نغار من مشاكلنا وعداتنا أنت قلت لنا حاجتين كبار لكن بشكرك شكراً جزيلاً